السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة مولد الأستاذ مصطفى مرحبا بكم مع الفرض الأول مادة التربية الإسلامية المستوى السادس المرحلة الأولى من موسم الدراسي 2022-2023 إذن قبل أن نبدأ المرجو الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ورحمة الله علينا بتعليقاتكم لنصل إلى أكبر عدد من المتتبعين إذن أولا نبدأ بقراءة الوضعية خلال شهر رمضان المعظم توجهت كعادتك إلى المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد قريتكم بعد أداء تحية المسجد جلست رفقة المصلين تنصت لدرس ديني من إلقاء فقيه حول الرضا بقدر الله والتفاؤل بالخير مستشهدا بقصة امرأة عمران ودورة الإيمان بالله والخضوع له مستدلا بقصة آسيا زوج فراون قبل أن يضرب لكم موعدا مع درس بعتاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته السرية في الدرس المقبل إذن نبدأ مع دزكية وأول سؤال أكتب من صورة المدثر من قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى غير يسير إلى حدود الآية عشرة يعني من الآية واحد إلى حدود الآية عشرة يجب أن نكتبها كتابة صحيحة مع الشكل يقول تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئد يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم سؤال مولي أصل كل كلمة ضمنها المناسب المدثر يعني المتغشي بثيابه فتنة ضلالا صعودا أعذابا شاقا سقر جهنم سؤال الثالث أعرف الإيمان الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره انتقل إلى مكون الاقتداء والاستجابة كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي كان عمره صلى الله عليه وسلم أربعون سنة سؤال المولي لمن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في البداية وما تسمى هذه الدعوة إذن كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه في البداية رسالته ودعوته لعشيرة الأقربين وسميت هذه المرحلة بالدعوة السرية ما هي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول آية وهي من صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق أكمل الفراغ بما يناسب سؤال يحص استجابة تصلى صلاة التراويح في شهر رمضان أول من جمع الناس عليها هو عمر بن الخطاب وعدد ركعاتها عشرون ركعة تصلى صلاة التراويح في شهر رمضان أول من جمع الناس عليها هو عمر بن الخطاب وعدد ركعاتها عشرون ركعة السؤال الموالي أعبره عن موقفي بموافق أو غير موافق من وضعيات التالية طفل يصلي التراويح ولا يصلي الصلاة المفروضة غير موافق طفل يصلي التراويح ركعتين فقط غير موافق كذلك طفل يؤدي صلاة التراويح بهدوء وسكينة موافق طفل يشوي شعر المصلين مع أقرانه غير موافق لأن هذا سلوك غير مقبول أن يقوم به الطفل في المسجد نمر إلى القسط والحكمة أكمل قصة آسيا زوج فرعون بما يناسب من الكلمات التالية آسيا فرعون اليام التابوت بعد أن وضعت أم موسى مولودها خافت عليه من بطش فرعون فوضعته في التابوت وألقته في اليم فحمله النهر إلى بيت فرعون حيث وقعت عين آسيا فأحبته وآوته أحيط الجواب المناسب اتصفت آسيا زوج فرعون بالإيمان أم الظلم أم الكفر إذن بطبيعة الحال اتصفت بالإيمان نمر إلى السؤال الثالث أكمل قصة امرأة عمران بما يناسب الكلمات التالية بالدعاء بأنثى عقيما ومريم إذن سنكمل القصة بهذه المفردات كانت امرأة عمران عقيما يعني لا تلد كانت عقيما لا تلد فتوجهت إلى الله تعالى بالدعاء فتوجهت إلى الله تعالى بالدعاء أن يرزقها ولدا صالحا فاستجاب الله لها فلما وضعت الحملة رزقت بأنثاغة اختارت لها اسم مريم وتقبلها منها ربها وأنشأها نشأة حسنة سؤال الرابع أضعه على ما أمام ما استفدته من قصة آل عمران إذن ما يمكنه أن نستفيد من قصة آل عمران هو أن أتفأل وأحسن الظن بالله أن أواضب على الدعاء موقنا بالإجابة وأن أتدرع إلى الله في الشدة والرخاء إذن في الأخير متتبعي قناة مورد الأستاذ مصطفى أشكركم على المتابعة والدعم للمتواصل وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إذن ما تنساوش الضغط على زل الإجاب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ما تنسلوش علينا بالتعليقات والإجابة والإجابة والبرتاج باش نوصلوا لأكبر عدد من المتتبعين ما تنساوش بأن الفيديوهات موجودة على صفحة الفيسبوك موارد الأستاذ مصطفى وكذلك على قناة اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته